مرحبا بكم مشاهدينا في الليلة نابل ادخل حيكم ونناقش فيها اللقاءة المنفصلة لرئيس المجلس الرياسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في زيارة هي الأولى منذ توليه مهامة فما هي دلالات الزيارة وهل ستكون ليبيا قادرة على الوساطة لوقف القتال في السودان في ظل الحديث عن مبادرة تقدم بها دبيبة خلال اتصال سابق بقائد قوات الدعم السريح ميتي وما هي آخر تطورات أوضاع ألاف اللاجئين السودانيين في الجنوب نناقش ذلك في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية وهذه عنوينها مع زميلة سامينة بالرحال شكرا لك نبيل في أول زيارة له البرهان يبحث في ترابلس مع المنفي ودبيبة سبول تحقيق السلام والاستقرار في السودان رئاسة حرس المنشآت النفطية في الأحرار مسؤوليتها عن الإغلاقات وتصف مطالب المنتمين الجهاز بالعادلة لجنة حكومية لمتابعة مرض الحمى القلغية والصحة الحيوانية تأتخذ عدة تدابير للحد من انتشار المرض يشارك في نشرة الليلة الزميل علي بسعودة شكرا لك يا سميرة تتابعونا في نقطة نقاش منتسب منظمة القلعة لقدام المحاربين يطالبون في بياننا اليوم بالإسراع في تعويضهم عن أثار الحروب التي أجبروا على خوضها إبن عهد القدافي فما هي مطالب هذه الفئة وما هي التعويضات المطلوبة وهل من إجراءات اتخذوها في هذا السياق وفي ليلتنا جولة على أبرز الأقبار الاقتصادية وبيضية نتعرف على عنوينها مع زميلين حمزة كديش ومازي نرجوبة شكرا لكم وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة استمرار هبوط قيمة الدينار الليبيا ما مسالة العمولات الأجنبية وصرف الدولار يسجل سبعة دانانيرا وستمائة وتسعين درهم ولدينا في رياضة الليلة السوحلي يتخضى كذم الكويتي ويصل إلى نصف نهاية البطولة العربية ورحلة الأهل بنغازي تتوقف عند ربع نهاية كانت هذه إذن عنوين الليلة من فلقاكم على سساعة مقبلة تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي دعم ليبيا لوحدة السودان وجهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وما يقوم به لأجل استقرار بلادها كما أكد المنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع البرهان إطرى وصوله لعاصمة طرابلس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السياسية والعسكرية لسودان مضيفا أنه يعي جيدا دور التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وكان البرهان قد وصل إلى ليبيا في زيارة رسمية هي الأولى رفقة وزير الخارجية عن الصادم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد بن فضله وأكد على ما تحدثنا فيه خلال لقاءنا اليوم دعمنا الكامل كدولة ليبيا لوحدة السودان الشقيق وبالتأكيد نحن ندعم رقامته في ما يقوم به من مجهود من أجل الاستقرار في السودان من جانبه وصف البرهان زيارته إلى ليبيا بأنها ستكون فتيحة لزيارات أخرى من مختلف القوى الفاعلة في السودان مبليا تقديره للدور الليبي في استقبال عشرات الألاف من اللاجئين السودانيين أننا نريد أن نبني على سابق التعاون على سابق الأخوة على سابق التواصل على سابق المحبة بين الشعبين الليبي والسوداني نحن في هذا المقام يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة والشعب الليبي على استقبالهم لعشرات الألاف من السودانيين وأيضا نشكرهم على أنهم استقبلوهم وأهوهم عاملوهم وكانهم ليبيين يعاملو مثل إخوانهم مجانية التعليم مجانية العلاج الدخول نحن نشكر الحكومة الليبية على هذا الأمر هذا وبحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع البرهان عددا من الملفات الإقليمية والدولية المشتركة بين البلدين يشار إلى أن دبيبة قد وجه دعوة رسمية إلى قائد قوات الدغم السريعة محمد حمدان دوغلو خلال اتصال هدفي بحث خلاله مبادرة دبيبة لحلال السلام ووقف اطلاق النار في السودان في سياق متصل نقش مفتعام ليبيا الصادق الغرياني مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأوضاع في السودان وما تعانيه جراء الحرب الدائرة فيها هذا وكذل من في خلال لقائه بالبرهان على ضرورة وحدة الصف مع أهل الخير محذرا من تقسيم السودان وما كائده أعداء الأمة تحرك ليبي في الأزمة السودانية بعد مرور قرابة سنة على بدء نزع المسلح الذي أدى إلى مقتل ألاف المدنيين وتشريج أكثر من ثمانية ملايين مواطن مع توسع القتال في مناطق جديدة وفق آخر تقرير صادر عن مفوضية الأمام المتحدة الحقوق الإنسان التي قدمت قراءة مؤلمة للمأساة التي لاحقت بالشعب السوداني لكن ماذا يمكن أن تقدم ليبيا في هذا الملف وهل يمكن أن تحدث اختراقا بعد زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى ترابلس واجتماعه برئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وهل تستطيع ليبيا فعلا الجمع بين الجنرالين ووضع الجارة الجنوبية على مصاري المصالحة لإعادة الاستقرار وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات يرى البعض أن التحرك الليبي يتزامن مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا الذين يعدون بعشرات الآلاف وفق ما صرح به البرهان إضافة إلى المخاوف من توسع الحرب وفشل المبادرات الإقليمية في وقف النزاع بين مجلس السيادة السوداني وقوات الدعم السريع وهنا لم يخفي رئيس المجلس الرئاسي دعم ليبيا لجهود تحقيق الاستقرار في السودان من خلال المشاركة في المحافل الدولية والأقليمية مشيرا إلى تدخلات الأجنبية السلبية التي سببت الفرق بين الليبيين وشدد على أهمية المصالحة ولم الشمل بعيدا عن تدخلات السياسية والعسكرية لإنهاء الصراع في ليبيا والسودان الحديث عن تدخلات الخارجية يقودنا للإشارة إلى التقارير الدولية الموثقة التي كشفت عن تورط حفتر في تأجيج النزاع في الجارة الجنوبية منذ أبريل الماضي ودعمه لقوات الدعم السريع عبر إمدادها بالأسلحة والوقود بالتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية انتلاقا من القواعد الليبية رئيس المجلس السيادي السوداني ودون الحديث عن الأزمة التي عصفت ببلاده قال أن مقاصد زيارته إلى ليبيا معلومة وهو يريد أن يبني على التعاون السابق بين البلدين مؤكدا أنه اتفق مع المنفي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وثمن المواقف الإيجابية الداعية إلى وحدة البلاد وأمنها القومي وقبل يومين من زيارة البرهان إلى ترابليس أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة مكالمة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع محمد ديجلو وبحث مبادرة لإحلال السلام ووقف يطلق نار في السودان دون الإفصاح عن بنودها والتي يمكن أن تتوضح أكثر بعد اللقاء بالجنرالين المتحاربين ومعنا هنا في الستوديو المقالل السياسي عبد السلام الرجحي أرحب بك بداية سيد عبد السلام في نشرة الليلة إذن بعد عام من اندلاع الحرب في السودان رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يقوم بزيارة ليبيا لأول مرة طيب ويلتق عدة مسؤولين كيف تقرأ هذه الزيارة وأيضا دلالة التوقيت مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين والأستاذ علي مساء الخير والجميع المشاهدين لك العزاء أعتقد أنها المحدد في السودان في البداية هو الدولة الأكثر خطر عليها هي ليبيا لأن الحدود الليبية السودانية حدود كبيرة وغير متحكم فيها والآن الاشتباكات والصراع قاعد في الخرطوم لو أن تقل دارفور ستكون موجات بشرية كبيرة لأن الحدود مع دارفور مع مصر مؤمنة من الجيش المصري مع ليبيا الوضع حش ما فيش من يأمن هذه الحدود ومع تشاد غير ذات أهمية بالنسبة للمهاجرين السودانيين لأن هدفهم سيكون قطع البحر لبيد الوصول لأوروبا اليوم نتكلم عن بلدة مثل البلدية الكفر عادة سكانها 65 ألف المتوقع الآن من أخوتنا النازحين من السودانيين يتجاوز 80 ألف يعني رقم كبير جدا يعني ليبيا لا تستطيع التحملة فيجب أن يكون هناك دور لليبيا في حل الأزمة لأن الدولة الأكثر مخاطرة أو خطر عليها لو انفجر الصراع في السودان وانتقل إلى دارفور نعم هو من انتقل إلى دارفور والأرقام كبيرة جدا وليبيا لا تتحمل هذا الرقم يعني في النهاية أخوتنا السودانيين وأهل نوة وحبايبنا لكن قدراتنا لا تتحمل هذا الرقم لأن معظم هؤلاء من الأطفال والنساء يريدون رعاية صحية بلد أهل الكفر أساسا من غير أخوتنا السودانيين غير متحصلين على هذه الخدمات الصحية الجيدة ما بالك بيعني حسب المجلس البلدي الكفر يقول أن في اليوم يدخل ما بين 500 و600 نازح سوداني فيجب أن ليبيا أن تتحرك وأعتقد أن الأهلنا في السودان قدر عددهم سيد عبدالسلام في مدينة الكفر فقط بعشرين ألف هذا المسجلين أستاذا فقط هذا المسجلين هذا المسجلين اللي غير مسجلين ممكن ثلاثة أضعاف الرقم هذا نعم في خلال الأسفر القليل هذه متوقعا والصراع في الخرطوم لو انتقال الصراع لدارفور قريم دارفور وأين المكان اللي فيه مننا قبيل التحميتي ومعظم مقاتلين القوات التدخل السريع سيكون الرقم بمئات الألف بش عشرة الألف مئات الألف فيجب أن الحكومة الوحدة الوطنية وأي مسؤول ليبي يعني عندها سلطة يجب أن يتحرك أي مبادرة اللي يوقف اطلاق النار وحل السلمي للصراع في السودان أنا أعتقد أن الطرفين استجابة سريعة لمبادرة السيد عبد الحميد بيبة من كان من البرهان أو كان من حميتي في أقل من 24 ساعة الطرفين رحبا اليوم البرهان وصل إلى طرابلس ونتوقع يوم الأربعة والخميس يصل حميتي أن نجح الطرابلس فقط في إجلاس الطرفين أو الشخصين في مكان واحد وعملية وقف اطلاق النار هو حل جيد ومبادرة جيدة في نهاية هذه مبادرة قابلة للنجاح وقابلة للفشل في مبادرات قدمة أكد للبرهان على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السياسية والعسكرية في السودان ما الذي يمكن أن يقوم به في ظل الحديث عن تورط حفتر في دعم قوات الدعم السريع السيد البرهان يعني مشاهد أن الكلام هذا أنه جاي من حفتر وليس جاي من طرابلس وحكومة السودان تعترف بحكومة طرابلس حكومة الوطنية وتتعامل معها بشكل رسمي في جول الأمور فأعتقد أن الأمر يعني يروا أن السلطة في الخرطوم ترى أن حميتي هو شريك حفتر حتى في صراع في ليبيا لأنه كانوا في فترة ما يعني حلفاء مع بعض فأعتقد أنها لا تلوم طرابلس أو لا تلوم ليبيا كسلطة ليبيا الرسمية حتى نقوله ليبيا كدولة رسمية غير متهمة بهذا الانحيز فمدينة طرابلس أو العاصمة طرابلس كمنطقة محايدة غير منخلطة في الصراع بين الطرفين أعتقد أنها منصة جيدة للقاء الطرفين لوقفة لقنارة هناك مبادرة فشلت يعني دولة مهمة مثل السعودية منذ الأسبوع الأولى قدمت مبادرة جدة واجتمعت الطرفين بشكل ممتني للطرفين لأشهر بعدين فشلوا تجمع دول الإيقاد دول أفريقية كثيرة وهم تجمعوا إيقاد هذا من أهم من كتلة بشرية ودول كبيرة في أفريقيا وفشلوا في حل الصراع في السودان على طرابلس الآن قدمت مبادرة راجب أن تستمر هذه المبادرة أنا أعتقد أهم نقطة في المبادرة حكومة الوحدة الوطنية أن الرجلين إن كان حمادتي أو البرهان لما يجوا لطرابلس عارفين ما مش حيتم عليهم ضغوطات أنهم أصحاب قرارهم يعني القرار اللي بيصدر منهم إن كان وقف في طلاق النار أو استمرار وقف في طلاق النار أو استمرار وطلاق النار من أن يكون هناك ضغوط من طرابلس إنه لما طرابلس مكان محايد لا ضغوط عليهم من أي دولة ليبيا في الوقت الحاضر في الحالة الليبية الهشة لا تستطيع ليبيا أن تفرض أو حكومة الوحدة تفرض شروط أو عقوبات أو أي شيء على حمادتي والبرهان فيجب دعم هذه المبادرة أن تكون منصة ليبيا كمنصة للتحاور من الطرفين وأنا أعتقد فيه جزء مهم يعني بعد 11 شهر من الصراع المدمر في الخرطوم أن الطرفين بيش قادرين يحسموا لا حمادتي للبرهان أعتقد أن الزوز وصلوا لمرحلة أننا عارفين بيش حياة يحسموا على طاولة الحوار للتفاوض بالضبط ممكن يلقوا ملجأ أو حبل نجاء بمبادرة السيد عبد الحميد البيبة للجلوس ما بعض وحتى يعني نوع من رافع الحرج على باقي الدول اللي ساهمت في أو قدم مبادرة سيغلقة هل ستنجح مبادرة رئيس الحكومة عبد الحميد البيبة في حل الوزاع في السودان لو نجحت في إقناع الطرفين البرهان وحمدتي بشكل شخصي الجلوس في طاولة من قابلين بعض أنا نقولك 90% ستنجح المبادرة أما حضور ممتلين عليهم تفشل يعني صارت ممتلين عليهم في تجربة دول الإيقاد في المنامة كانت اجتماعات سرية في المنامة في البحرين اجتماعات في جدة بشكل عالني وفاشلت نقولك حاجة نحن بش خاصة نسي كلمي الخسارة أن تستمر الحرب هذه الخسارة الكبيرة أما استضافة شخصين مسؤولين في السودان واستقبال واستقبال رسمي وتقديمهم وحتهم على الجلوس طاولة حوار مع بعض أعتقد أن عملية غير مكلفة وبالعكس هي أمر إيجابي نجحت أنا أعتقد في ظروف نجاحها فاشلت أضعف الإيمان هذا ما تستطيع حكومة الوحدة الوطنية تقديمها تقديمها للليبيين أنا نقولك ما تقوم به الآن المبادرة هذه في أكثر من مرة عندما تحدثت على الشعين السوداني يجب أن يكون هناك مبادرة ليبية لوقف اطلاق النار وعدم السماح باستمرار الكارتة لأن الكارتة حنيكة ليبيين نضرروا منها وبالتالي سيد عبدالسلام معلومة أخير في أكثر من الآن من 40 ألف سجين سوداني فروا من السجون وهو مجرمين جنائيين متوقع أن الملاد الأول التي توجه لهم للهروب من السودان ستكون ليبيا يعني يعني 40 ألف مجرم نعم محترم يشتكون خطر على الأمدن الليبيين وبالتالي قبل زيارة البرهان الدبيبة أجروا اتصال مع قائد قوة الدعم السري محمد دقلو وفق المعلنة ومبحثة ألية توقف إطلاق النار يعني ما تأثير أو المقاربة الممكن أن يعمل عليها الدبيبة وهل الدبيبة يملك أدوات ليستطيع أن يؤثر على المتصرعين في السودان في عجالة سيدة عبد السلام هي نقاط الضعف التي نعيش فيها في ليبيا كدولة هشة ويعني ما فيش حكومة تستطيع تستطيع على الأرض ليبيا ككل وأن لا تمتلك أدوات ضغط هي نقاط القوة لأن كيف ما قلت لك البرهان وحماية تجيلي ترابلس وعارفين إنه مش هيتمارس وأن القرار وقفة طلاق النار أو استمرت طلاق النار هو قرار منهم الزوس أنا يقول لك لأنهم مرة شركاء وحميتي وعبد الفتاح برهان صحاب وداروا أكتر من انقلاب مع بعض شركاء في العديد من الانقلابات على أكتر من مرة إن كان عمر البشير أو وزير الدفاع عمر البشير بعد من دار انقلاب أو حكومة حمدوك أو غيرها فأعتقد أن أهم شيء الآن هي مبادرة عبد الحميد بيبيا بجلوس أمام بعض هذه نقطة قوتها لأن الزوس بجول الطراب لا دبيبة ولا المنفي ولا أي حد حيفرض عليهم ورق ضغوط بل إن قرارهم ملكهم ليس ملك أي حد تاني نعم نعم المحل السياسي عبد السلام الراجحي كنت معنا هنا في الستوديو في نشرة الليلة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سياسيا أيضا بحث نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد مع المبعوث الألمانية الخاص إلى ليبيا كريستنبوك بحث تطورات الوضع السياسي والقوانين الانتخابية تصديرت عن لجنة ستة زائد ستة وألية تنفيذها للوصول للاستحقاق الانتخابي جاء ذلك في لقاء جمعهم لحد بترابلس أبدى خلاله المبعوث الألماني استعداد بلاده لمساعدات الأطراف السياسية وتقريب وجهات النظر فيما بينها مشيدا بالجهود التي يبذلها المجلس من أجل الوصول للانتخابات وفق من نشره المكتب الإعلابي للمجلس الأعلى وكان المبعوث الألماني قد التقى بعدد من المسؤولين منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح موسيقى نفى رئيس جهاز حرس المنشأة النفطية عبد الرزاق الخرماني إغلاق أي منشأة نفطية في أرجاء البلاد مؤكدا أن رئيسة الجهاز لم تأمر بقفل أي منشأة نفطية وضف الخرماني في مدخلة مع الأحرار أن مجمع مليت النفطي قد عاد إلى العمل بشكل طبيعي بعد إغلاقه جزئيا صباح الأحد مشيرا إلى تعديل مرتبات منتسبية الجهاز وفقا لجدول مرتبات الجيش الليبي واصف المطالب المحتجين بالعادلة لا إغلاق في أي منشأة نفطية بالمناطق التي يشرف عليها جهاز حرس المنشآت ورفع لإغلاق شهده مجمع مليت للنفط والغاز بعد قرار وفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بوعده لمنتسب الجهاز ورئاسته هذه خلاصة الأحداث الساخنة التي شهدها قطاع النفط خلال الأيام العشرة الماضية كما يلخصها رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني في تصريحات للأحرار الخرماني نفى أن يكون قد أصدر أي أوامر لمنتسب الجهاز بإغلاق أي من المنشآت النفطية وذلك عقب بيان لمحتجين يتبعونه أمام مجمع مصفات الزاوية وإغلاق جزئي شهده مجمع مليت غربا صباح لحد نحن لم نأمر إطلاقا بقفل أي منشآت نحن حرس المنشآت نحن من مؤتما على قوت الليبيين ونحن من يحرس ويحمي جميع المنشآت النفطية بكامل مسمياتها على جميع التراب الليبي المحتجين من أعضاء الجهاز اختاروا طريقة خاطئة للتعبير عن مطالبهم بتعديل مرتباتهم أسوة بغيرهم المطالب التي وصف بعضها بالمشروعة والمتمثلة في رفع مرتباتهم أسوة بغيرهم من منتسب الجيش والجهات الأمنية كان الاتصام أمام مجمع مليت ومجموعة من المحتجين صحيح من منتسب جهاز حرس وشاة النفطية ولكن طالبوا بحقوق قديمة وحديثة هي في الحقيقة والبعض منها مشروع ولكن الطريقة كانت خطأ بالتأكيد سنعمل آسفين غير راغبين بقفل جميع المنشهات النفطية وكان بيان للمحتجين يوم الخامس عشر من فبراير الجاري أعلن مهلة من عشرة أيام لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في رفع مرتباتهم واعتماد جهاز حرس المنشآت ماليا وإداريا تحت المؤسسة الوطنية للنفط وتحت وزارة الدفاع فنيا إلى جانب مطالب أخرى قبل إغلاق المنشآت النفطية ومقاضات الجهات المسؤولة بالقانون معالجة الحكومة لعدد من مطالب المحتجين جاءت من خلال القرار رقم ثمانية وسبعين لعام الفين واربعة وعشرين الذي أصدره رئيسها عبد الحميد الدبيبة بتعديل مرتبات أعضاء الجهاز وفقا لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي وعلى ضوء هذه الأزمة العابرة يخشى مراقبون من تأثير أي إغلاق محتمل في قطاع النفط على الاقتصاد الليبي في ظل عدم استقرار سعر صرف الدينار أمام العمولات الأجنبية ومحاولات القطاع الأهم في الدولة التعافية من تبعات الإغلاقات الكبرى التي شهدتها الحقول والموانئ النفطية خلال العقد الماضي بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رمضان بوجناح مع وزيرة الصحة بدولة قطر حنان الكواري توسيع أفاق التعاون المستقبل في القضاء الصحي وتبادل الخبرات بين الفرق الطمبية من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية بكل البلدين كما تناول اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية بالدوحة الأحد التجارب الصحية والخبرات في مجال المبادرات والتغطية الصحية الشاملة وإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية قال رئيس رجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عبد الرحمن جبيل إن تدابير المتخذة لمكافحة مرض الحمى القلغية ستشمل إغلاق الحدود الجنوبية ودخولها إلى الأسواق وضف جبيل في مداخلة مع الأحرار أن التدابير ستشمل أيضا دبط المواشي المهربة وتوزيع المطهرات على المناطق والاستعجال في عملية توفير التحصينات مشيرا إلى أن غرفة متابعة مرض الحمى القلعية ستباشر أعمالها قريبا بعد إصدار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد تبيبا تعليماته بتشكيلها أعلن مدير إدارة السحة الحيوانية البيضة صالح بومباركا نفوق 165 رأسا من الأبقار وإصابة 1050 أخرى بسبب مرض الجلد العقدية كما أفاد بومباركا في مدخلة مع الأحرار بنفوق 241 رأسا من الغنم و16 رأسا من الأبقار بسبب الحمى القلعية فيما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 250 إصابة مشيرا إلى تكريف لجنة المجلس البلدي والصحة الحيوانية والإصحاح البيئي لمتابعة السلخنات وحثهم على عدم ذبح أي لحوم أو مواش إلا بعد من قبل الطبيب البيطري منبها المواطنين لعدم شراء أي لحوم لا تتوافر فيها الأختمة قال مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بالجبل الغربي عبد الرحمن جدير إنهم لم يسجلوا أي حالة من الحمى القلعية بمنطقة الجبل حتى الآن وأضاف الجدير في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن إدارة الإصحاح البيئي عممت على كافة بلدية الجبل بمراقبة عمل الصلخانات وأسواق المواشي لرصد أي مستجدات مشيرا إلى أن المربين في الجبل الغربي بحاجة لتوفير شتى أنواع التحصينات لمنع انتشار الحمى القلعية منوها لأن انتشار الحمى القلعية جاء عبر المواشي المستوردة حديثا من خارج البلاد وفق قولها إلى ذلك أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبا قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة انتشار مرض الحمى القلعية والجلد العقدي ووفق للقرار فإن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الدخلية للشؤون المديريات وسبعة أعضاء آخرين على أن تشكل لجان فرعية في كل بلدية تكون تبعيتها للجنة المركزية مباشرة وتقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها بينما يزداد انتشار مرض الحمى القلعية بين المواشي في العديد من المناطق وفي ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة لمكافحته أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيب تعليماته بتشكيل غرفة لمتابعة أسواق المواشي في كل بلدية للحد من هذا المرض القرار جاء خلال اجتماع مع لجنة إدارة مركز الصحة الحيوانية لمتابعة خطة مكافحة الحمى القلعية المنتشرة في بعض البلديات كترهون وزليط وغريان وتجورة وبعض مناطق الجبل الأخضر ما يشكل تهديدا كبيرا لصحة الحيوانة واقتصاد الدولة في غضون ذلك أوضح رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عبد الرحمن جبيل في مداخلة مع الأحرار أن التدابير المتخذة لمكافحة الحمى القلعية ستشمل إغلاق الحدود الجنوبية مع دول الجوار الذي يعد السبب الرئيسي في زيادة انتشار هذا المرض بين المواشي إضافة إلى التحكم في حركة الحيوانات ودخولها إلى الأسواق وضبط المواشي المهربة وتوزيع المطهرات على المناطق والاستعجال في عملية توفير التحصينات وفي الوقت الذي يشكو فيه العشرات من مربي المواشي من إزدياد الإصابات داخل مزارعهم أصدرت بلدية غريان قرارا بإيقاف بيع وشراء الأغنام والحيوانات بشكل عام من داخل وخارج نطاق البلدية بسبب انتشار الحمى القلعية والجلد العقدي فيما كانت تزليط قد سبقتها الأيام الماضية حيث أعلن فرع جهاز الحرس البلدي بالمدينة منع أسواق المواشي بالبلدية هذا المرض سريع الانتشار قد ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة مع اقتراب شهر رمضان وازدياد الطلب على اللحوم خاصة في ظل نقص التحصينات والإجراءات الاحترازية أما الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية مع الزميل حمز شكرا لكم تباينت تسعار صرف سلة العمولات الأجنبية أمام الدينار في مستهل تعاملات السوق الرسمية وفق بيانات مصر في ليبيا المركزية الاثنين حيث سجل سعر صرف الدولار أربعة دنانير وثمانمائة وخمسة واربعين درهما هذا وسجل سعر صرف اليوم وخمسة دنانير وخمسة واربعين درهما كما انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى حوالي ستة دنانير ومائة وسبعة وثلاثين درهما من ناحية أخرى وصلت تسعار صرف العمولات الأجنبية ارتفاعها في السوق الموازية في تداولات اليوم الاثنين حيث سجل سعر صرف الدولار سبعة دنانير وستبائة وتسعين درهما كما سجل سعر صرف اليورو أمام الدينار ارتفاعا بلغ نحو ثمانية دنانير وثلاثمائة وثمانين درهما في حين بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني تسعة دنانير وخمسمائة درهما يواصل الدولار سعوده أمام الدينار في السوق الموازية فالأرقام غير معهودة منذ أكثر من خمس سنوات ارتفاع الدولار لم يتوقف منذ إعلان ضوابط بيع النقد الأجنبي مطلع الشهر الجاري إن كان عدد من الاقتصاديين يرون أن العملية تتطلب زمنا لتظهر نتائجها لكنهم في الوقت ذاته يطالبون المركزي بقرارات أخرى على رأسها ضخ أموال أكثر من احتياطيات الدولار في السوق لكبح جماح ارتفاع صرف سلة العملات الأجنبية وبالحدث عن توجهات المركزي المستقبلية تبين الأخبار التي تأكدت منها الأحرار أنه يتاجه لسحب إصدار الخمسين دينارا من التداول نتيجة وجود ثلاثة إصدارات منها أحدها مزور وغير معلوم المصدر قرار المركزي هذا يعزوه اقتصاديون لخلفيات أخرى فالمركزي إلى جانب السيطرة على إصدار الخمسين دينار يسعى للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف والحديث هنا عن تلك التي يسهل اكتنازها وتسبب بواسطتها في إطالة عمر المضاربة في السوق الموازية وبالتالي يحل المركزي بقراره هذا إحدى أكبر المشاكل التي تواجه البلاد في الوقت الراهن وهي مشكلة شح السيولة النقدية من المصارف التجارية إضافة لدعم قيمة الدينار في السوق حسب قولهم قال مدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن المصرف المركزي يعمل على اتخاذ إجراءات يمكن أن تخفض سعر صرف الدولار بقيمة دينار بحسب سعر السوق الموازي وأنها متزال قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا سوف نتخذ إجراءات يمكن أن تحقق الاستقرار في سعر الصرف وهبوطه ومحافظتنا على الاحتياطيات الدولة من اللغة الأجنبي في حد يمكن أن يحقق لنا الاستدامة يعمل الآن المصرف مركز لاتخاذ إجراءات يمكن أن تخفض سعر الصرف بقيمة 2 دينار حسب سعر السوق السوداء اليوم وهذه الإجراءات مزالت محل دراسة وسوف يعلن عنها المصرف المركز عن قريب أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكلاني على ضرورة تجهيز البيانات الخاصة بالمستفيدين من منحة الزوجة والأولاد وصرفها عن الربع الأول من العام الحالي قبل حلول شهر رمضان المبارك والتنسيق مع الجهات الذات العلاقة الكلاني وخلال اجتماعها مع إدارة منحة الزوجة والأولاد شددت على الاستمرار في إصدار بطاقات إفاء الجديدة بالتنسيق مع المصارف التجارية ومراجعة بعض البطاقات التي تم إيقافها ومعالجتها وفق التشريعات النافذة وإعادتها للمستفيدات حسب البيانات الواردة بخصوصها قال مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي إن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الأسرية الشهري على أوجه السلع والخدمات يصل إلى نحو 4197 دينارا وكشف مجلس التطوير في إصداره الدوري حول قياس مستوى المعيشة في ليبيا أن دراسته التحليلي اعتمدت على مسح ميدانير 5144 أسر من مختلف مناطق البلاد والتي بيّنت أن أكثر من 80% من الأسر الليبية يتقاضون حاليون في القطاع العام مضيفا أن 6% موظفون سابقون يتقاضون مرتبات تقعودية وحوالي 20% هم موظفون بالقطاع العام ويزاولون نشاطات أخرى في القطاع الخاص أشار مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة مصطفى قدارة إلى أن أسعار السلع ارتفعت بشكل غير مبرر بالرغم من أن توريدها جاء باعتماد مستندي السلع في السوق المحلي على حد قوله السلع ارتفعت حقيقة ارتفاعي غير مبرر خاصة أن الناس مورد باعتماد مستندي والسلع الذي جدت أمس هي السلع الموجودة اليوم واليوم نقى في أسعارها مرتفعة بشكل لا يوصف الحقيقة التي نطمم به أيضا أن السلع موجودة معنا زمينا في اللجنة من مصر في ليبيا المركزي نطمنا أن السلع الموردة أكثر من حاجة حتى السوق الليبي ولذلك نحن نرى مضطرين في بعض الأحيان أن ندخل كوزارة اقتصاد ونقوم بتسعير بعض السلع الضرورية التي تهم المواطن خاصة أن القانون رقم 23 لسنة 2010 يعطي الحرية أو يعطي الصلاحية للسيد وزير الاقتصاد بأن نسعر السلع لفترات معينة والسلع التي نرىها الضرورية ونحن الآن حقيقة لا نخاش كأننا نخاش في أزمة ارتفاع أو رفع الأسعار ولذلك نحن ممكن نرجو ونطلب من الشركات لمرض السلع الخاصة الغذائية نتزودنا بفواتير توريد السلع المردتها ونحن حقيقة نسعرون ونحدون حتى هامش الربح باش معاش يستغل المواطن ويستغل الأسعار حقيقة ورفع الأسعار على المواطن الاتفاق على آلية لشراء الدقيق بين نقابة الخبازين ومصنع عواد الربيع للدقيق لشهر رمضان المبارك المزيد في تسياق التقرير التالي مع عبد الرحيم عطية قبل أيام من دخول شهر رمضان الكريم الغرفة الاقتصادية الأمنية العليا تعقد اجتماعا تقابليا مع مندوبين قابة المخابز في البلديات ستون مخبزا في نطاق طرابولوس الكبرى وقع اختئارهم بأسعار مفضلة في مادة الدقيق تم الاتفاق على تزويد المخابز يوميا ستين مخبز يتم تزويدهم بمئة كيس يوميا يعني مئة كيس في الفترة الأولى ومن تم حتم عملية التواصل مع أغلب المخابز على أن يتم حجز الكمية في نفس اليوم وتطلع في نفس اليوم مئة وخمسة وثمانون دينار للقنطار الواحد من الدقيق لوزن ثمانين جراما للرغيف لقابة المخابز لم تتفاعل بإيجابية مع هذا السعر فصاحب المخبز يشتري المواد بسعر السوق ولا وجود لدعم من وزارة الاقتصاد لهذه الشريحة والله بالطموح المواطن ما يلبيه لأننا ما ده بين نحن أقل كسعر وانت شفت المضاربة اللي صايرة في سعر الدولار تواه سعر السرر رأوا نحن نقابة والموضوع اللي صاير رأوا الخبزة مش دقيق بالسرر رأوا بروحك انت مواطن واني مواطن شوف السلعة الثانية هي الخبزة تتكون فيه خميرة فيه زيت فيه سكر إدارة مطحن واد الربيع عبرت عن تضامنها مع المواطن وذللت كل العقبات التي تحول دون وصول الدقيق إليه بسعر مفضل حاليا مصنع نحن حاليا مصنع نحن هو اللي واقف عمالك وش وواقف عمال نقابة الخبزين لكن نقول إن شاء الله جميع المصانع الأخر تتجاه اتجاهنا لأن نحن كل نعمل مواطن نحن كليبيين نعمل مواطن شنو ليش معنا ما نقفوش أمالك وش والله المصانع التانية ما تقفوش أمالك هذا كل نحو الاتجاه هذا هي مادة الدقيقة حاليا نستعمل فيها كل ليبي في المخابس كل أي ليبي نوض الصباح يأخذ في خبز من الكوش في ظل ارتفاع الأسعار تحسب للجنة الأمنية الاقتصادية هذه الخطوة المهمة فمسألة الأمن الغذائي خط أحمر لا ينبغي العبث به ولا استغلاله عبد الرحيم معطي قناة ليبيا الأحرار أعلن رئيس لجنة إدارة الأزمات ببلدية تزليط مصباح البحباح تسكين 68 أسرة من أصل 119 أسرة تقدم بطلبات التسكين وأضاف البحباح في مؤتمر صحفي أن لجنة الأزمة تنقصها الميزانية لازمة لدفع رسوم الإجارات موضحا لهم يصعون لتوفيرها في القريب العاجل من خلال الحكومة ووزارة الحكم المحلية شعرنا بأن وجود الملفات اضطرارها يوميا على لجنة التسكين نتيجة بوجود تصدعات وزيادة في تصدعات في المنازل وزيادة طفح المياه خاصة رجوع الحزنات السوداء على المطابق والهمامات فهنا نسعى لتخريج هذه من مصر يوميا من جهته قال مدير إدارة الإسحاح البيئيب لمنطقة الوسطى محمد بوغميزا إن جل مصادر المياه بالمناطق المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه في ظليت ملوتة كيميائيا وجرتميا وأوضح بوغميزا في مؤتمر صحفي أن اللجنة أجرت تحليلا لجميع مصادر المياه وضعت برنامجا لإمداد السكان بمياه الشرب إلى جانب تقسيم المنطقة إلى أربع مربعات لرشها بالمبيدات الحشرية الآمنة يتم معداد الخطة لبدأ في عمية الرش طبعا تقسيم المنطقة إلى أربع مربعات حسب مساحة المنطقة يتم معداد كميات من المبيدات الآمنة يتم الرش في هذه المنطق عن طريق الرش الردادي في الفترة الصباحية إلى ذلك قال النطق الأعلامي للجنة الأزمة بمنطقة بئر الغنم خليفة المزلط أن البلغات عن ارتفاع منسوب المياه في المنطقة ما يزال مستمرة لسيما بالآبار السوداء وضف لمزلط خلال مؤتمر صحفي أنهم لم يتلقوا أي دعم حتى الآن وأن المنطقة لا توجد بها إلا سيارة شفط واحدة مشيرا إلى تهالك وتضرر عدد من المنازل جراء ارتفاع منسوب المياه المواطنين الآن في بلغات مستمرة على ارتفاع منسوب المياه وخاصة في العبار السوداء ارتفاع منسوب المياه قارب على النصف متر حسب آخر تحديد ووصف من خبراء والفنيين اللي زارونا من أكثر يعني من جيهة وزارة الموارد المائية واللجنة الفنية العليا سيارات رش لا توجد سيارة شفط واحدة نبقى فزليت حيث نظمت مؤسسة خريطة تشارع المفتوح محضرة تعريفية عن مشروع خريطة الأساس الرقمية للبيانات المكانية للدعم في إدارة أزمة المياه الجوفية بالمناطق المتضررة ويتمثل النشروع في تقديم دعم حيوي برسم الخرائط ورقمانة الطرق والمباني والكتل المائية واستخدام الأراضي وهو مساعد سراح إدارة الأزمة في القصور الأكبر قدر من المعلومات على المسطحات المائية والمناطق التي فيها مشاكل وإضافة إلى يعني فيها عدة استخدامها تقمنا بما يسمح مباتون درنا في فترة حدوط الفيضانات ومستمرين نحن كل مجموعة تحاول تخرط المنطقة التي ديرها طبعا هذا له علاقة كبيرة جدا بالأزمة التي حيث في مدينة تحاول الأخوة الضيوف من الإتحاد العالمي من المساحة أو المهم يربط الموضوع الأزمة وتحديث المواقع المنكوبة حتى تكون فيها داتا وتكون فيها معلومات للسادة للباحثين والسادة صناع القرار أصدر أصدر منتسبو منظمة القرع لقدام المحاربين بيانا طلبوا فيه بالإسراء بالطاوذ عن الحروب التي أجبر على خوضها إيبان أهل الجذافي وطلبوا منتسبو المنظمة في بيان لهم الأثنين الجهات المختصة بتعويض أسر المفكودين والشهداء والجرح والعائدين من الأسر مؤكدين بأنهم كانوا ضحايا لنزوات النظام السابق وأنه أنا الأوان لرد الاعتبار لهم طبعا طالبوا رئيس اللجنة اللي هو السيد عليشتوي ووكيل وزارة العدل أنه يعجل بالموضوع لأنه له شهرين من صدرة اللجنة دار اجتماع واحد ونحن لم نتحصل على مخرجات هذا الاجتماع يعني يعني شن هذا هو يبين نزودوه بالكشفات أو يبين نزودوه بالمنظومة الخاصة بقدام العسكريين أو هو يبين نزودوه بالملفات فالحد الآن طبعا نتمنى من جهات ذات العلاقة ونتمنى من السيد النائب العام صديق سور أنه يدخل في هالموضوع وعبر الهتف من بن وليد معنا رئيس منظمة القلعة لقدام المحاربين المهدي الأحوال أهلا بك سيد المهدي في البداية سيد الأحوال أو سيد المهدي سمحنا لو نتعرف بهذه الفئة الفئة التابعة لمنظمة قدام المحاربين عدد المنتمين لها ومن أي المناطق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك الشريحة التي هي مستعجها بهذا الموضوع طبعا النظام صابق في 2009 صدر قرار التعويضات من أضرار الحروب الشريحة المستعدمة هي العسكريين اللي هم مشاركوا في الحرق شاد وأوغندا نعم طبعا هم المشاركين الفعليين وتضم الجرحة وتضم الشفاء وتضم الأسرع نعم ففي 2021 حيشة ما هو ترقل بالمدينة السبعة بالمنطقة الجنوبية في تقريبا في شهر عشر 2021 وتقدمنا بإجراءات للحكومة المطالبة بحقوقنا والطاوير فالحكومة حقيقة استجابت بكل المطالب يعني الجهاز بات العلاقة استجابت لمطالبنا والآن تم تشكيل لجنة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء رقم القرار ٥٣ بتاريخ ١٧ ١٢١ ٢١ ١٢١ سيد المهدي ما هي الإجراءات التي تطالبون الإجراءات التي تختموها وقيدا المطالبات أو المطالب التي سيتم طلبتم بها من خلال بيانكم طبعا كل الإجراءات التي تحققين عليها مرافقات من جهاز ذات العلاقة سواء كانت من حركاء سواء كانت من قيد الآلة وقوات المسجحة ومرور على السيد سيد النايب العام ومرور للسيد عبد البيبة وبعدين خرجت المحاملة إلى المالية ووقت عليها وزارة المالية وتم تنجيح المذكرة إلى رئيس حكومة سيد عبد البيبة وسيد عبد البيبة القرار بشان الحفظ والتعويل اللي هو قتلك في شهر ١٢ ٢٠ ٢٠ ٢٢ ٢٠ لكن طالب من شلال هذا المنبر وشك صباح الله فيكم عليه الاتفاة لهذه الشريحة نطارد وكيل وزارة العدل لأنه يعجل بالحفر والتعويل طيب سيد سيد المهدي هل سيتم التعويض عن طريق الجهات العسكرية أم عبر الحكومة لا سيتم عبر الحكومة لأن المبر هذا مرصود ٢٠ ١٠٠ لأنه ٣ مليار وثمين وسبعين مليون وكان مخصصات لأمانة العدل الحفر هي اللي حتش على التعويض نعم عبر الهاتف من بني وليد رئيس منظمة القلعة لقدام المحاربين المهدي الأحول شكرا جزيلا لك الآن جولة مع أخبار الرياضة مع الزمين مازن رجوع بحض شكرا لكم شكرا حياكم الله مشاهدين الكرام وصل فريق أبو سليم نتائجه المميزة على المستوى القري هذا الموسم بعد أن ضمن ممثل ليبيا مقعدا له في ربع نهائي الكونفيدرالية الافريقية في أول مشاركة له في تاريخه أي من البعيش والتفاصيل أتت الرياح بما تشتهي سفن فريق أبو سليم ففي المشاركة الإفريقية الأولى جلبت رياح تعادل فريقي سيجرادا الأنجلي وسوار الغني بدون أهداف ورقة تأهل أبو سليم إلى دور ربع نهائي مصابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية أبو سليم حصد نقاطا تؤمن التأهل مبكرا فرغم خسارته في الجولة الخامسة أمام الزمالك المصري في الجزائر بهدفين لهدف جمع تسع نقاط جعلته ضمن دائرة المنافسة على إحدى ورقتين التأهل منذ الجولات الأولى إنجاز تاريخي يحسب لأصفر وأبيض العاصمة في أول مشاركة إفريقية فتعادل الفريق الأنجلي والغنيج على أبناء شكر الخطو ينفردون بوصافة المجموعة الثانية حتى آخر مطاف المنافسات الإفريقية تأهل أبو سليم ضمن أكبر القار في الدور المقبل وقبل نهاية المنافسات بجولة سيجعل من قصمي القادم في الدور الربع نيائي يحسب له ألف حساب فالفريق بقيادة التونسية الخطوي يعمل بخطوات ثابتة للوصول إلى أبعاد نقطة في المسابقة الإفريقية وقد يتحقق أبعاد من ذلك فليس هناك مستحيل في عالم كرة القدم كلف نادي تعاون اللعبة الدولية السابق عبدالسلام خميس بمهام مدير الكرة بالنادي في باقي مشوار الفريق بالموسم الحالي من الدولية الممتاز تكلف خميس يأتي بعد ساعات من فسخ عقد الجهاز الفني بقيادة المصري مصطفى مرعي ومدير الكرة السابق عبدالهادي زيدان دون أن توضح إدارة التعاون أسباب هذه التغييرات على مستوى الفريق الأول المنافسي على بطاقات التأهل لسوداسية تتويج عن المجموعة الأولى بلغ ممثل ليبيا في البطولة العربية للكرة الطائرة فريق السوحلي بلغ نصف نهائي البطولة بعد تخطيه كاظم الكويتي في ربع نهائي الذي يشاهد خسارة ممثل ليبيا الآخر الأهل بنغازي أمام الشرطة القطري السوحلي قدم مباراة كبيرة أمام خصمه الكويتي ونجح في قلب تأخره بشوطين لفوز بثلاثة الاثنين يتأهل لنصف نهائي ويضرب معه مع الشرطة العراقية الذي أقصى الأهل بنغازي ممثل ليبيا الثاني بفوزه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد حل المنتخب الوطني للكرة الطائرة في المركز الرابع والأربعين في التصنيف العالمي للايتحاد الدولي عن شهر فبراير الجاري التصنيف الجديد لمنتخبنا جعله ضمن أفضل أربعة منتخبات إفريقية على مستوى العالم خلف مصر صاحبة التصنيف الأول إفريقيا وثامن عشر عالميا والمنتخب التونسي الذي جاء ثانيا على المستوى القري والخامس والعشرين على المستوى الدولي فيما أتت الكاميرون ثالثة على مستوى إفريقيا وتاسعة والعشرين على مستوى العالم ومن ثم أتى منتخبنا الوطني كرابع إفريقيا والرابع والأربعين على مستوى العالم حدد الاتحاد الليبي لكرة السلة ثالثة من مارس المقبل موعدا لمباراة كأس السوبر بين بطل الدوري في الموسم الماضي الأهل بنغازي ومنافسه الاتحاد حامل لقب بطولة الكأس موقعة السوبر المقررة بقاعة سليمان الضرات ببنغازي ستكون ضربة بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الليبي والذي سينطلق بعد أيام من مباراة السوبر التي تأجلت بسبب التزام المنتخب الوطني في تصفيات الأفرو باسكت الفين وخمسة وعشرين وفي خبر النه آخر اختتم المنتخب الوطني لترايثلون مشاركته في البطولتين الافريقية والعربية بشرم الشيخ بحصوله على عشر قلائد ملونة حصيلة منتخبنا تزينت بميدياليتين ذهبيتين في المنافسة الافريقية وذهبية أخرى في المنافسة العربية بالإضافة لسبع ميدياليات فضية منها ثلاث ميدياليات في البطولة الافريقية وأربعا في منافسات العرب وصلنا لختام رياضة الليلة من جديد إلى علي وسامير تفضل شكرا لك شهدت محلة جيرة ببلدية براك الشاطئ قامت عروض الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة بتنظيم من نادي فزان الخير للفروسية بمنطقة وادي الشاطئ تحت شعار فروسيتنا في شاطين الحبيب شهدت محلة جيرة ببلدية براك الشاطئ إقامة عروض للخيول العربية الأصيلة والخيول الهجينة بتنظيم من نادي فزان الخير للفروسية بمنطقة وادي الشاطئ طبعا هذا العرض أو هذا البرنامج باعتبار البرنامج الأول على أرضية وادي الشاطئ والثالث على مستوى الجنوب طبعا الأول قيمة في بلدية وادي البوانيس على أرضية نادي تمنهنت والثاني قيمة في سبها على أرضية مدرسة العكروت طبعا العروض هذه العروض للخيول العربية سواء الأصيلة أو المهجنة لإظهار الخيول الموجودة في الجنوب وشين يحتوي الجنوب من خيول سواء عربية أو خيول المهجنة العربية الأصيلة أو خيول المهجنة أكثر من ثلاثين فرسا من ستة أندية مختلفة شاركت في الحدث بهدف تشجيع التنافس الصحي وتعزيز مهارات الفارس والفرس إضافة إلى إبراز مواهب الشباب وتشجيعهم على الاهتمام بهذه الرياضة المرتبطة بمروث الأباء والأجداد تكونت هذه الدورة التي هي من عرض الخيول العربية الأصيلة كانت ممكن المهور حوالي عشرة من فئة الفحول والمهور الصغيرة وكانت أعداد حتى هي من الفحول المهجنة الأصيلة التور برد وبعض من الخيول التي هي كيف نقول الدم المنكسر التي هي النصف والتلت أرباع والسبعة والثمانين وكانت عروض رائعة وكانت مشاركات ما شاء الله من أغلبية سواء مرابط في الجنوب أو النوادي التي تحتوي على الخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة كانت بادرة طيبة وكان إقبال من الفرسان ما شاء الله عليها كان إقبال جيد مهرجان جميل جدا الحقيقة مشاركة واسعة من شباب المنطقة واستقبال كبير من منطقة غير الشاطي لاستقبل هذا الحدث الحقيقة نشكر مع حسن الاستقبال عرض جميل جدا نتمنى تنظيمه تكرارا ومرارا عرض جميل الحقيقة ونتمنى منهم كامل التوفيق والنجاح وفي نهاية العرض تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على المشاركين وذلك لتشجيعهم على تحقيق الأداء الأفضل والمضي قدما في عالم الفرسية بهذا وصلنا إلى ختم النشرة مشاهدين الآن نذهب إلى حوارية الليلة مع زميل نبيل الدخيلة اللقاء عقد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان لقاءات مع رئيس المجلس الياسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة في طرابلس وذلك بعد يومين من اتصال هاتفي جمع الأخير مع قائد قوات الدعم السري أحميتي فهل تكون ليبيا مسرحة لاتفاق ينهي القتال في جارتها السودان نناقش ذلك بعد فاصل قصير